عشرون دولة عربية وخليجية وإسلامية ما بخلت في تقديم أحدث ما لديها من تجهيزات عسكرية من دبابات وطائرات لتكون رهن الإشارة والاستخدام في أكبر المناورات العسكرية التي شهدها تاريخ المنطقة من حيث نوعية وإعداد الأسلحة والمعدات الحديثة بمشاركة ما يزيد على 350 ألف جندي انطلق السعي نحو إمضاء الهدف العسكري المراد من تدريبات رعد الشمال المتمثل في توحيد العقائد العسكرية للجيوش المشاركة عبر تبادل الخبرات العسكرية فيما بينها وإيجاد التوافق والتكامل والتنسيق الممنهج بين قواتها واختبار قدرتها في التعامل مع حروب العصابات وإبطال نشوء وتقدم القوات غير النظامية والميليشيات والجماعات الإرهابية فضلا عن رفع الجاهزية العسكرية على الدوام للتعامل مع تبعيات الوضع الإقليمي الحرج والدقيق في مواجهة التحديات كافة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة تدريباته رعد الشمال ومنذ اللحظات الأولى لتشكيلها كانت قد رفعت شعار الالتزام بالسلم من منطلق قوة تعززه وحدة الصف الرادعة لكل جهة لا تذكر أوجدها جهلها وأشار إليها إرهاب أفعالها قد تنوي أو بمجرد التفكير بالمساس المباشر بترابط النسيج العربي واستهداف أمنه وأمن مواطنه المشاركة البحرينية في تمرين رعد الشمال عبر مجموعة القتال البحرينية التابعة لقوة دفاع البحرين ما هي إلا تجسيد لدعم كل تحرك نحو ترسيخ أسس الأمن والاستقرار فالبحرين دائما ما تحرص على المشاركة في مثل هذه التمرين المشتركة الأخوية البناءة التي تسهم في تعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية وتطويره والارتقاء بالكفاءات ورفع الجاهزية القتالية واكتساب المزيد من الخبرات العسكرية